الكنيسة قوة لا يمكن إيقافها وهي تقوى على الجحيم نفسه الكنيسة هي جماعة الملكوت المتحركة التي اختارها الله لتأسيس ملكه على الأرض الكنيسة هي خطة الله الأولى لإيصال الشفاء الكل إلى العالم ليست هناك خطة بديلة يناضل الكثير من الكنائس اليوم للتمثل بكنيسة القرن الأول الكنيسة الأولى التي أسسها يسوع المسيح كما يناضل الكثير من المسيحيين للتمثل بأمر التلماذة الأول إلا أن هذا الأمر بالتلماذة هو المهمة الأساسية للكنيسة والاستراتيجية الوحيدة التي قدمها المسيح لإيصال ملكوت الله إلى عالمنا المحطم تبدأ التلماذة خارج جدران الكنيسة في مجتمعاتنا وأماكن عملنا ومدارسنا وبينما نقوم بالرحلة معا نحو المسيح نكتشف أننا ننمو من خلال مساعدة الآخرين على النمو وبينما نحيا للآخرين ونساعدهم على النمو في المسيح نصبح نحن أنفسنا مشابهين صورتهم هذا الأمر بالتلماذة يشمل أيضا شبيبتنا التي كثيرا ما يغفل عنها كمشاركة في هذه الإرسالية العظمى وفي حين يفترض الكاثرون أنه ليس للأولاد دور يقومون به في دعوة المسيح للتلماذة تفيد الأبحاث أن الأولاد والشبيبة هم قوة إرسالية عظيمة وفعالة في الأمم وشريحة لم تقدر حق قدرها في الكنيسة وهي بحاجة ماسة إلى تمكين لا توجد خطة بديلة هذه دعوة لكل شخص في كنيسة المسيح من سن الحادية عشر وما فوق ليعيش لا لنفسه فقط بل لقريبه أيضا هذه دعوة لأن تكون حارسا لأخيك ولتوصل ملكوت الله إلى عائلتك ومجتمعك وأمتك من خلال التلماذة شكرا شكرا